السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عند وصفات صوفيا المهم اليوم سنجدوا واحد القراطان سهل ماهل غير بالبطاطا والبدنجال يجيغزال في الصراحة وكل شيء يجيغزال في الصغر والكبار المقادير بسيطة والطريقة هي سهلة وقد توجد بسرعة ابقوا معنا تشوفوا المقادير والطريقة للتحضير وما تنسوناش وما تبخلوش علينا باللايكات وبالاشتراك للقناة باش يوصلكم دائما جديد ان شاء الله وشكرا لكم على المشاهدة بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نصابها هو سوستومات عندي هنا يا جوج مطشات محكوكي جوج مطشات كبار محكوكات وغادي نحكي عليهم واحد ريس ديال تومة كنجد سوستومات ونحطع لها جن باش تكون عندي وجدة كندير واحد تقبيصة ديال الملح كيف كتشوفوا معي مطشة محكوكة ولا مطحونة كنديد ريس دومة شوية ديال الملحة شوية ديال البزار واحد معلقة صغيرة ديال تحميرها باش كتعطيها واحد اللون وشوية ديال زيت البلدية واللي بغي ديال المركز دماطيب لديك المطشة دلحوك يديرها اللي ما بغاش ما يديرها شوية ديال مقادير فقط هنا كنش تلططة ديالي كنكون قطعتها على شكل هذا دواور ما تكونش غليضة بزيف غادي ندوز نديرها في الممسلوق والمليحة هنا عندي البدنجال غادي نقطعتها هي على شكل دواور كيف كتشوفوا معي وحاولي تقطعهم أرقاقين باش كيسهلوا عليك حتى في الطياب تقريبا عادي ندير واحد جوج بدنجالة غادي ندير واحد جوج بدنجالة كنقطعهم هكذا غادي نستفهم في واحد المقلة او لا الطاوة او لا اي حاجة عندك كندير عليهم واحد شوية ديال المليحة كنخلطهم كندوز عليهم كامل الملحة حسن ما الطيب يهم عدد ديري لهم الملحة هكذا كتشرب المليحة وكتجي البنة ديالهم زيان هنا كيف كتشوفوا معي غادي ندير لها واحد شوية ديال زيت المائدة وغادي نعود نخلطهم بزيان حتى كلها عادي البنجالة دي كلهم كي يشربو ديك زويتا عادي غادي نستفهم في واحد المقلة بلاست ما تستفيهم وديلي زيت كنفضل ادهنيهم هكذا وعادي نستفيهم باش كي يجيو سهلين وكي يجيو شاربين زيت وكي يطيبو لك بسرعة كيف كتشوفوا معي جبت المقلة ديالي او كي قلتلكم اللاطا او الشيمو اللي عندكم اي حاجة عندكم كنستف البنجال على ها الطريقة هادي وغادي ندخلهم الفران باش يطيبو غير يطيبو شوية يعني ما نخليهم مش حتى يوليوا حمرين بززاف يعني حتى يتقرملون ما بغيتمش ان يكونوا مقرملين وقاصحين غير كي يطيبو ومرة بسرعة كي يطيبو إلا قليتهم في الزيت كي يشربو لك الزيت بزاف وكي يجيو مزيتين كي يجيو خايبين من الأحسان ديريهم على هات الشكلة دا وديرهم في الفران كي يجيو شمزيتين وكي يجيو ناشفين هنا كنشد المول ديالي ديال القغاطن كيف كتشوفوا معي من بعد ما وجدت البيض نجال ووجدت البطاطا اللي سلقتها في الماء والمليحة ولصوص ديالي من بعد ما طابتم مزيان وكنشد الفورماج ديالي المبشور الأحمر أو لا الجبن أي جبن عندك موزاريلا ولا أي جبن يتوفر عندك في الكوزينة ستعملي طريقة سهلة من بعد ما وجدنا المقادر ديالنا كيف كتشوفوا بسرعة غادي نستف البطاطا غادي نوزعها على هات المول هذا بطريقة متساوية غادي نشد البدن جلتا غادي نستفو كيف كتشوفوا معي شوف الطياب ديالو كيف أشجا يعني ما خليتوش حتى تتحمر بزاف وجم قرمش ولا قاصح لا والريحة ديالو كتشوف طيزوينة في صراحة روعة البدن جل هكا بهات الطريقة ديال القرطان كي يكلوها الدراري ما كي يبغوش ديال زيت من بعد ما استفت البدن جل كيف كتشوفوا معي استفنا بطاطا البدن جل ده بغادي ندير عليهم واحد سوس طماط غادي نوزع عليهم سوس طماط يعني طريقة ساهلة مالة وبسرعة كتشوفوا في صراحة وبنينة بزاف وكندردر عليهم الفورماج المحكوك هذا الفورماج اللي استعملت للفورماج الحمر وكندير الطبقة الثانية نفس الشي اللي درناه في الطبقة اللوله هو اللي غانديره في طبقة الثانية كستفول بطاطا وكنستفول البدن جل اذك الشي اللي بقى لنا وندير عليه سوس طماط وكندير الفورماج المحكوك وكندخلهم الفران حتى كي يتقريم زيان هذك الفورماج كي يدوب وكي يعطينا هذك اللون الدهبي الزوين ديال القغطة بهات الشكلادة ويمكن لك تضيفي الكفتة إلا عندك الكفتة ديال اللادان دولا ديال الحم أي حاجة عندك ويمكن لك تضيفي الى شاك دو تخي يعني إلا ويتي تزيدي إضافات خرا ما عندك شكن كتافي وغي بالبطاطا وبدنجال وفورماج راكي يجي في الصراحة روعة في المضاق جربوه أكيد غتعجبكم وتعجب حتى الوليداتكم صافي بات الشكلادة غادي ندير عليها الفورماج ومن الأحسن فورماج تكتروه لأنه هو اللي كي يعطي ديك التعليكة وكي يعطي ديك البنة من بعد ما كملت الفورماج كيف كتشوفوا معي كيف كتشوفوا يعني أعطي دل لون غزال دابي وحتى داك سميت وذك البيضنجال كي يجاره وعاف المضاق في الصراحة وشوف التعليكة كي كانت جي دايرا نقطع معكم من غصو هذا هو الشكل النهائي في الصراحة كي حمقوا الرحة دياله طالعة فينا فينا بزاف كانت مني يعجبكم هذا الفيديو وتجربوه أكيد غاي يعجبكم وشكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم ما تنسوناش بالتعليق ديالكم ما تنسوناش باللايكات والناس اللي تحقوا جداد ما تنسوناش بالاشتراك